الجزء الثاني والموضوع الثاني متعلق بالحضور الجماهيري وانا بوجه رسالة الجماهيري النادي الاهلي ارجوكم كما معا فكرة الحضور الجماهيري في مطش الاهل وسيمبا مش مرتبط بمسندة الاهل فقط عشان المباراة لا فيه جانب اجتماع وانساني مهم جدا جانب اجتماعي وانساني مهم جدا فلوس المباراة بالكامل دخل المباراة بالكامل مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اتخذ قرار ان الدخل المادي بالكامل هيروح للاشقاء في فلسطين فنرجو من الجماهير سرعة الحجز في حجز التذاكر المطروحة من خلال سيستم ما تسقرتي عشان مسنبة الاهل بإذن الله في هذه المباراة والدخل المالي كله يروح للاشقاء في فلسطين انه كمان فيه هيكون سيارات اسعاف للحصول على تبرعات بالدم ان شاء الله وكل الامور دي بالتأكيد بالتنصيق مع وزارة الصحة عشان كمان تروح للاشقاء في فلسطين البعض ممكن يتكلم على اسعار التذاكر معلش نيجي على نفسنا شواء في المطش ده لان الاهل عايز يعمل دخل مالي كبير جدا يروح ان شاء الله للاشقاء في فلسطين كدعم ومسندة مع القضية الفلسطينية وان شاء الله بإذن الله ربنا يعني يعدي الغمة دي على خير بإذن الله والشعب الفلسطيني يحافظ على ارضه يكون موجود فيه كل بقع من بقاع ارضه الطاهرة خلال الفترة اللي جاي الحضور الجماهيري بقى هنا فيه جزئية عايز اشرحها كمان وهي متعلقة ان قرار الشركة الايطالية المنظمة للمسابقة الحضور الجماهيري كامل العدد الناس فاكر الاهل بيطلب كامل العدد عشان عايز يحضر جمهوره في كل المباريات والله العظيم قرار الحضور بالساعة الكاملة ده قرار الشركة الايطالية وانا كنت اتمنى كنت اتمنى من المسؤولين في اتحاد الكورة لما يجي لهم خطاب من الشركة المنظمة للمسابقة بحضور الجماهير في الساعة الكاملة للساد القاهرة في كل مباريات الاهلي في الاياب سواء مطش 24 اكتوبر مطش 1 نوفمبر في حال التأهل مطش 11 نوفمبر باذن الله في حال التأهل كان لازم اتحاد الكورة يقوم بدوره ويختر وزارة الرياضة بهذا الخطاب ويختر الجهات الامنية بهذا الخطاب انا واثق جدا ان الجهات الامنية المعلومات ما بتوصلهاش بشكل كامل والاهلي هو اللي دايما بيحاول يتوصل ويعرف الناس الحقيقة الكاملة معرفش هل في بالبعض مش حابب يوصل الصورة الكاملة انا مش قادر افهم ولكن انا واثق ان الجهات الامنية لما بتوصلها الصورة كاملة على طول بتستجيب وانا عارف ان الفترة اخيرة كانت في اكتماعات تنسقية ما بين ادارة الاهلي مع مسؤولي الاستاذ القاهرة مع الجهات الامنية وعارف ان في استجابة كبيرة جدا من الجهات الامنية عشان نجاح يوم المباراة يوم السلساء المقبل والبداية في دوري ابطال افريقيا 30 الف اذا الناس عندها يعني موافقة انها عايزة ترجع الجماهير بالسعة الكاملة وبالحضور الجماهيري في الفترة اللي جاية ولكن للأسف بعض الجهات المفروض اللي زي اتحاده كورة بتبع عنده المخاطبات والاتصالات الرسمية والمستندات اللي تثبت ده ما بينقلش التفاصيل كاملة سواء للوزارة ولو الوزارة عندها التفاصيل كاملة ما بتنقلهاش مثلا الجهات الامنية في حلقة وصلة في النص هنا مش كاملة مش واضحة لان في النهاية الجهات الامنية تتعامل مع الخطابات الرسمية لما يجي لها خطاب رسمي ان الشركة اللي بتنظم المسابقة لها شروط معاناة وطلبات معاناة اكيد الناس هتستجيب مع الناس في النهاية عايزة تنجح الصورة عن الرياضة والكورة في مصر ولكن هل اتحاده الكورة بينقل الصورة صح؟ هل الوزارة ممكن تكون جات لها الصورة من اتحاده الكورة بشكل سليم؟ فانعلتها للجهات الامنية بشكل سليم في حاجة في النص مش كاملة عشان كده النادي الاهلي خلال الساعات الاخيرة متواصل بشكل طبيعي جدا مع الجهات الامنية والاهلي اعلم بالامس انه بيطلب الساعة الكاملة ولكن الكلام ده على فكرة مبعوط للاتحاد الكورة من شهر التسعة اللي فات لان الخطابة اللي اتبعت للاتحاد الكورة هو هو نفس الخطابة اللي اتبعت للاتحاد المغربي اتبعت للاتحاد التنسي اتبعت للاتحاد جنوب افريقيا فكل الملاعب هي فيها الساعة الكاملة انبالح في انجولا اطلبت الساعة الكاملة ولكن جماهير بيت رؤيتكم لما راحت الملعب كانت مش بالساعة الكاملة خلاص الجماهير ما راحتش دي حاجة ترجع لها ولكن التذاكر التذاكر اللي اطرحت وده ببيان وخطاب اتبعت للشركة ان الناس طرح التذاكر ملعب 11 نوفمبر بالكامل الجماهير راحت ما راحتش دي بقى حاجة ترجع للجماهير ولكن انت كمسؤولك اتحاد لازم تعمل المطلوب منك الشركات اللي بتنظم او الاتحاد القرر اللي بنظم بيخاطب الاتحادات ما بيخاطبش الاندية فالاتحاد كان لازم يكون ليه دور وزارة الرياضة لازم يكون ليها دور في الملف ده الفكرة مش ماتش سامبة بس ولا الفكرة النسخة الاولى بس الفكرة النسخ الجاية البطولة دي بطولة تجربية للنسخ الجاية فكل واحد اتمنى يقوم بدوره في هذا الملف ما يكونش الاهل بس الوحد اللي شغال في الملفات دي مع الجهات المعنية